يا صباح الخير عليكم مشاهدينا إنما كنتم في داخل الوطن وفي خارجة يسعد صباحكم ونهاية أسبوع جميل يا رب واليوم معنا في حلقتنا يعني كثير من مواضيع متنوعة لكن في البداية أحب رحب بسمر يسعد صباحك صباحك يا رب أصدى الله صباحكم مشاهدينا صباح جديد مليء بالسعادة والأمل لكل مشاهدينا ومتابعينا في اليمن في كل أنحاء الوطن العربي طبعا معنا موضوعات كثيرة لكن قبل ما نبدأ بموضوعاتنا كذا وإيش معنا في حلقة اليوم دائما في سؤال بي لحالنا هو كيف نتعامل مع الأسئلة الفضولية الأسئلة المحرجة اللي بيطرحها دائما علينا الآخرون سواء كان أقارب أو زملاء عمل صحيح يا سمر أحيانا نتعرض بشكل أو بآخر للأسئلة الفضولية واللي دائما الأشخاص بيلقيها علينا أو بيسألون إياها بقصد أو بدون قصد وأكثرهم بقصد وتسبب لنا الشعور بالإحراج وبالضيق لعدم طبعا أكيد رغبتنا في الإجابة وكشف شيء اللي نودى البوح به شيء خاص ونصبح للأسف محاصرين بين أن نجيب حتى لا نحرج السائل أو نقوم بتأليف إجابة غير حقيقية والكذب أو نتصرف بسرامة ونحط حدود في البداية وهذا الأشياء بتسبب أكيد مشاكل بينك وبين الأشخاص من حولك طبعا مش بالمناسبة أو بالمناسبة مش بالضرورة أن تكون الأسئلة بقصد دخل في حياتنا لكن ممكن تكون بدافع الحب أو الاهتمام لكنها مش بتشعرنا بالارتياح أحيانا كمان الآخرون مش بيكونوا على علم بأن هذا الموضوع حساس بالنسبة لنا أو مش حابين نحن نتكلم عنه أو عندهم فكرة خاطئة عن مدى التقارب بينه وبينهم معموما يعني بصرف النظر عن القصد وراء السؤال النتيجة إننا إذا مش حبينا نجاوب أو نتجنا بالأسئلة المزعجة في بعض الأساليب اللي ممكن أن تساعدنا على الخروج من هذا الإحراج البسيط أو من الأسئلة المحرجة صحيح من ضمن الأسئلة المحرجة يا صمر يعني الأسئلة الخاصة بالعلاقات الزوجية بين الزوج والزوجة وهذه الأشياء دائما ما نلاحظها مع الأسف في مجتمعاتنا العربية أن يكون في تدخلات كثيرة في حياة الأزواج من بين الأهل سواء كانوا من أهل الزوج أو الزوجة والعكس أحيانا من الأصدقاء من الأشخاص وفي يكون عادتان استشارات وأخذ النصائح أحيانا تكون في محلها وأحيانا مع الأسف كثير تكون في غير محلها وبالتالي هذه الأسئلة أو هذه الأجوبة التي تتطر تقولها وتطلع أسرارك وحياتك مع الأسف بتكون ثغرات عشان الناس تدخل من خلالها وتقدر تتطفل في حياتك وأحيانا تتسبب المشاكل بين الزوج والزوجة بالذات طبعا كيف تكون علاقة بين الزوج والزوجة وكيف هم كمان يحفظوا على أسرارهم وعلى علاقتهم وكيف يتجنبوا الأسئلة المحرجة وكيف يكون التكاتف بين الزوج والزوجة والأسرة العربية خاصة في الظروف اللي نعاني منها الآن مع السوشال ميديا مع التغيرات ومع أشياء كثيرة تغيرت في حياتنا على عكس الماضي هذا هو يكون موضوع حلقتنا مشاهدين لهذا الصباح لكن قبل ما نبدأ حلقتنا مع ضيفنا في الأستوديو خلينا ناخذكم للنشر الجوية وبعدها بيكون معنا كالعادة بشماندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومعنا بشماندس رشيد العريقي أصعد الله صباحك يا بشماندس رشيد صباح الخير أصعد الله صباحكم بخيرات والمسرات في كمر حياتكي والجميلة شيرين وإشارة الدرنامج وإيقان جميع وكايننا كارث صباحك يا رب في أمطار يا بشماندس رشيد يعني سمعين أنه في أمطار غزيرة طبعا وأثرت كمان بسببها سيول في مناطق كثيرة من بلادنا الحبيبة خلال اليومين الماضيين يعني يكلمنا كذا أكثر عن إشه المحافظات اللي كان لها كمان نصيب الأوفر من الأمطار والسيول النعم مختصبات سادة بلادنا السقص غائم وممثل على ملات واسعة من 18 منحافظة وبدأ فقط سيول في الشعاب والمكيان وذلك في الشعاب والحافظة كانت ناقصة في الجراحي وبيت الفقير وضاجل وشرق المنصورية في أردديد وحطان ونصاب الغوطة وميفعات الجبوة وعثماء وعنس في زماء وشعيب وحطر وحشا ودحاف وقول السبولة في الطالع وشمايتين وماوية في التعز ونقروف في لعب ومدينة عمران وشرار في أفين ومزهر في ريمة دعو الله سبحانه وتعالى أمطار غيرا وستقيا بركة وبالرغم من غزارة الأمطار رأتيا لكن ولي الله إن أنت لم تشد لي حالة وفاة وحسان في ترى الثالث خلال يومين الماضيين ولكن المحفظة بعض المواطنية سوادتون في فطول الأوتية أثناء كنيان السيول فيها وستلأثار بلادنا فهوكا سرقية عالية وطوبة وستوأتي إلى سرقية أوسع للشعوب والأمطار بدلاً من يومنا هذا الخميس فلابد من أن نأخذ الحيطة والحذر والاستفادة من كميات البنية على أطلة ونحطوا مستقرمية طاقة كمفية على ضرورة تفتيت سهلاكها نظراً لحذب الشعوب في أشعة السم نعم يعني وإش أهم التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية هذا الصباح صباح يومنا هذا لا يزال المركز الوطني للأرصاد القوي بحذر للأخوة المواطنين من سواقق في بطول الأوجراء ومرات الشيول وضرورة الاحتماء من العواصف الرحلية وسائقين المركزات من التجني بمدى الرؤية العقوقية بالسبب أنطول الأنبار والصحابة المخافرة الكثيرة ومتالياً بحث والسيادين ورابادي للسجهون والاضطراب للبحث والتباع الموز حول أرخة الصغطرة وشرق خليق عدن والسواحل السرقية والكنوية والتي قد تصل لأسهم ستيامتا تسأل الله السلامة بجمع مواطنيننا وفي كل حيث آمين يا رب شكرا لك طبعاً مشاهدينا هندخل اليوم في أول فقرتنا واللي تكلمنا عنها وتكلمنا بالتحديد عن الحياة الزوجية واللي لا يمكن أن تستقيم بدون التكاتف بين الأزواج هذا ما يخلق بيئة جيدة ينشأ فيها الأطفال بشكل جيد ومتزم ومحترم لديها أفكار جيدة وأخلاقيات أكيد بيكون انعكاسها على المجتمع والكل طبعاً عشان الحياة وظروفها بتتطلب المزيد من التعاون والتكاتف والمساعدة بين الزوجين هي أشياء يعني مش هنبالغ لو قلنا أنها مفاتيح النجاح لأي بيت سعيد كيف يكون فيه تكاتف كيف يكون فيه تفاهم كمان خاصة مع السوشيال ميديا المقارنات اللي أصبحت موجودة الآن في كل بيوتنا العربية هذا هو موضوع حلقتنا اللي إن شاء الله تستفيدوا منه مشاهدين في كل بيوتنا خاصة للمقبلين على الزواج عشان يبدأوا حياتهم بتفاهم هيكون معنا ضيفاً في الأستوديو فضيلة الشيخ عماد درويش من كبار علماء الأزهر أسعد الله صباحك يا فضيلة الشيخ شيخ عماد إذا تكلمنا في البداية إحنا اتطرقنا لموضوع التكاتف التكاتف بين الأزواج عادة ما يكون هذه ثقافة أو مثلاً معروف أن الزوج وزوجة لازم يتكاتفوا ويتعاونوا لكن معنى التكاتف بين الأزواج من الناحية الدينية مش بس من ناحية الثقافة أو عرف لا إحنا نعرف معناه دينياً إيش يعني تكاتف بين الأزواج الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واهتدى بهداه أما بعد يعني بداية بشكر حضرتكم وقناتكم الكريمة على اختيار مثل هذه الموضوعات اللي بتفيد المجتمع العربي والأسرة العربية نحن في حاجة إلى هذا الخطاب الإعلامي يعني المستنير إلى أن نصنع أسرة عربية قائمة على الدين قائمة على ما يصلح هذا المجتمع لأن الأسرة هي لبنة من لبنات المجتمع إذا صالحت الأسرة صالح المجتمع ولذلك في بحثنا عن تكوين أسرة عربية صالحة نحن نتكلم عن مجتمع عربي صالح لأن ما من أسرة إلا وهي لبنة من لبنات هذا المجتمع ولذلك إذا ذهبنا إلى الكلام بقى عن الأسرة العربية أو الأسرة المسلمة في إطار هذا الدين زي ما ذكرت حضرتك أول عوامل تكوين هذه الأسرة بين الرجل وبين المرأة هو التكاتف لأن الأسرة أو المكونة أولا أول ما تبدأ تبدأ بين زوج وزوجة رجل ومرأة لن نستطيع بناء أسرة متكملة إلا إذا كان هناك نوع من التعاون ونوع من التكاتف بين الرجل وبين المرأة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن الأسرة لما كلمنا عن الزوج والزوجة ماذا قال في آية شهيرة نقرأها جميعا في مناسباتنا المفرحة ونحن نعقد القران ونحن في زفاف الأعراس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم خلق كل الجنسين من إطار واحد النفس الإنسانية لماذا؟ ليحدث هذا التوافق بين الزوجة وبين الزوجة بل يجعل هناك هذا الإحساس بأنه يحتاج إلى الآخر يحتاج إلى الإطمئنان وإلى الاستقرار وإلى الراحة فيذهب إلى هذا الطرف الآخر وإن اجتمع بيحدث هذا السكن والمودة والرحمة بين الإثنين ولذلك هذا التكاتف الذي ذكرته هو بين قسنكلا لما نعرفه هو الاجتماع الإثنين معنا على مصلحة هذه الأسرة ممكن أن نضع برضو في معناه هو المودة والرحمة والسكن الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لأنه مفتاح السعادة هو هذا التكاتف هي هذه المودة هي هذه الرحمة بين الزوجة وبين الزوجة البعض قد يخيل له أن الموضوع تكاتف فلوس أو مرديا البعض الآخر نفسيا فقط غير مادي ربنا يبني في حركة أنت ختينا الملمح جميل جدا ربنا سبحانه وتعالى لما عاتب الزوجة حتى في حال فشل العلاقة الزوجية وعاتب على الأزواج أنه ممكن يأخذ المهر أو الصداق من الزوجة قال وكيف تأخذونه وقد أفضل بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظة بعض النزل ما حقك ذكرت كده بيروح لي وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلى العلاقة الحميمة بين الرجل وبين المرأة ولكن الإفضاء قد يكون في لمسة حنية قد يكون في قلب رقيق قد يكون في عاطفة جميلة قد يكون في حنوب بل مسألة الإفضاء أو مسألة التكافر لا تقف فقط عند المسائل المادية لا العلاقة بين الرجل وبين المرأة أسمى من ذلك بكثير لأنه يتعايش مع بعض طوال الوقت نحن في حاجة إلى حوار هادئ حوار فيه حنان وحنو حوار فيه تفاهم ولذلك العلاقة الزوجية علاقة لها قدسية وربنا سماه وأخذنا منكم ميثاقا غليظة ولهذه القدسية ربنا سبحانه وتعالى أحضها بمزيد من العناية وبمزيد من الستر حتى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن هذا المسألة العلاقة الزوجية لها قدسية لا يصح أن نتكلم فيها مثل ما ذكرت في بداية الحلقة ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بين الصحابة والسيدة أسماء بنت يزيد علشان تضلنا باع على دور المرأة في بناء المجتمع وفي إصلاح المجتمع سيدة أسماء بنت يزيد تقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يكشف سرها فقالت فأرم القوم يعني سكت القوم لا يوجد شجاعة النساء وشجاعة المرأة قالت إيه والله يا رسول الله هي اللي رضت من وسط الجمع وكل ما عندي فيه رجال ولكن هي اللي رضت قالت إيه والله يا رسول الله إنهم لا يقل وإنهم لا يفعلون ده بيحصل الستات بيقولوا كده والرجال بيعملوا كده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا فإن ذلك مثل شيطان غشي شيطانة في الطريق والناس ينظرون بعلاقة علاقة زوجية مش مجرد حتى كمان يا فضيلة الشيخ يعني أفل المقاطعة مش بس في هذا الأمر أصبحت كل الحياة الزوجية على مرأة الكل الكل عارف كل التفاصيل عارف كل المشاكل كل الأشياء يعني على عكس أبائنا والعلاقات السابقة مع أهلنا كانوا في كانت كل شيء مختلف كان في كان رقي أنا عايز أخذ من كلمة حضار ربنا يبرك في حضارك بتفتح لنا شيء جميل وهو الرقي في العلاقة دينا عايز مش أبائنا وأجدادنا دينا عايز أخذ حضرتك ونروح كده نبحر يعني نبحر في في التاريخ وفي ماضي الزمان مئات السنين عشان نروح لواحد من التبعين كده ويدينا المثال الراقي في العلاقة الزوجية في احترام الزوجة لما بيكون بينه وبين زوجته مشاكل فبيأتي إليه أصحابه فيقولون له ماذا بينك وبين زوجك في إيه فيقول لهم شوفوا اللحظة بتؤيده قال العاقل لا يهتك سطر امرأته الإنسان العاقل لا يهتك سطر امرأته لا يفشي أسرار بيته لا يفشي أسرار زوجته فلما احتدمت المشاكل وحصل الطلاق فطلقها فقالوا له ها أنت قد طلقتها فماذا كان بينك وبينها قال مالي والامرأة غيري يا الله هي لم تصبح الآن زوجتي لأتكلم عنها إبا هي في حال الزواج قال العاقل لا يهتك سطر امرأته لما طلقها قالوا لم تطلقتها للأسف الآن أبسط المشاكل على الملأ الكل بيعرف المشاكل والكل بيعرف الشي التفاصيل وش اللي حاصل والمشكلة حول ما ده بين قسيم بقى سنسميه السوشيال ميديا أيوه إن كلنا بقينا دلوقت الحياة الخاصة والأسرار بقينا ننشرها على الملأ وده يعني باب من أبواب الفساد وحيانا بيكون من باب أنه أنا بنصحكم عشان تتجنبوا الأخطاء تتجنبوا أنكم تختاروا خطأ لشريك الحياة لكنهم مش عارفين أنه بالعكس هذه مش نصائح نأدي ده لما أفشي أسرار البيت وده باب من أبواب الفساد من أبواب فساد الأسرة المصرية ومن أبواب الفساد اللي دخلت على المجتمعات العربية التي لم نكن نعهد هذه الأمور قبل ذلك طب فضيلة الشيخ الآن الموضوع ده أحس كده أنه مع تغير الزمن وزي ما قلنا تأثير السوشال ميديا على حياة الناس وعقولنا الآن صار الشباب المقبلين أو حتى مؤخرا نشوف كثير من العلاقات بدأت تفشل موضوع الأمان موضوع التكاتف هذا شيء مش موجود تكون الزوجة متخوفة من زوجها وحريصة وما تشعرش معها بالأمان والعكس كمان الزوج متحرس وخائف وبيخبي ومشارف إيش فهل هذا شيء له علاقة بالتنشئة الدينية بالتربية من البداية ولا شيء ممكن يكتسب وأنا أعرفه يعني كل ما أدخل في العلاقة هذه هي حضاكية مجموعة من العوامل مش حنقدر نختزل كل هذه الأمور في أمر واحد إنما هي مجموعة لشان ننشئ أسرة عربية أسرة مسلمة صالحة لابدت وأن تقوم أساسا مشكلة من ضمن المشكلات الكبيرة التي تحدث هو عدم تحمل المسؤولين إننا مقبلين أساسا على الزواج وإحنا مش مدركين لما هي الزواج يعني البنت في مجتمعنا العرب الآن أصبحت بتبحث عن الزواج لكي تنطلق من ضيق الأسرة التي تعيش فيها علشان تنطلق يعني مفهومها عن الزواج إن هي الفسح والسفر وكذا وكذا وليست مدركة إن هناك مسؤولية كبيرة عليها إن هي ستكون مسؤولة عن زوج وبعد ذلك ستكون مسؤولة عن أولاد الشاب كذلك الرجل كذلك يدخل وكأنه يدخل في حالة من يعني يريد أن يعني الحياة تتغير وفقط إنما يعني لم يكن مدركا إنه داخل على مرحلة جديدة وإنها مسؤولية وأمانة أمام الله سبحانه وتعالى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أمانة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس بيختزل الأمانة في حفظ الأموال لا الأمانة أعمق وأعظم من ذلك بكثير ولذلك لا بد وإن هذه الأنثى اللي دخلت في رحابك أن تستشعر الأمان أن تستشعر الطمأنينة أنها في حماية رجل وفي يعني وفي كنف رجل أمين هو مؤتما عليها كذلك الرجل لا بد وأن يستشعر هذا مع زوجته نستشعر حال الأمان وحال الطمأنينة بيننا وبين بعضنا البعض ربنا قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة المودة اللي هي الحب العاطفة والرحمة اللي هي الرفق يكون هناك حب ويكون هناك رفق حتى وإن افتقدنا يا أستاذتنا الكريمة حتى وإن افتقدنا الحب لنفقد الاحترام سحيح أيها بطبع يعني هناك الكثير من العائلات يعني تقف يعني بوقفة قوية تجاء أي أعواصف مش العامل فقط الحب يعني العامل الاحترام والأولاد والعشرة نعم يعني قد نفقد الحب ليس كل البيوت يبنى على الحب ولكن تعالوا لنبني البيوت على الاحترام احترام الطرف الآخر قد لا تجمعنا العاطفة قد يكون هناك مشكلات قد يكون هناك يعني أمر ما لا نقدر على إنشاء هذا الحب ولكن نحن قدرين بسلوكياتنا المحترمة أن نحن نحترم بعضنا البعض حتى أمام أولادنا لأن هذا له تأثير على الأولاد لما يكون هناك مشكلات في البيت لما يكون هناك اضطراب في البيت للأسف إن هذا بيتصدر لأولاد بينشئ جيل فاقد الثقة في نفسه وغير مسؤول نعم يعني بنشوف عدم المسؤولية من الأجيال الجديدة اللي بتتزوج خلي بالحضرتك هو نجاح البيت ونجاح الأسرة ليست في أن لا يكون هناك مشكلات لا ده لابد أن يكون هناك مشكلات ولكن كيف نتعامل مع المشكلات في إدارة هذه المشكلات في حل هذا الاختلاف في أن لا نصل إلى خلاف الاختلافات واردة لأن حضرتك صاحبة عقل الرجل صاحب عقل له رأي مختلف من الأكيد أننا لن نتفق ولذلك هو التوافق ليس التوافق نسبي ليس هناك تطابق في الأفكار وفي الآراء ولكن ربما نذهب إلى نقطة تجمعنا سويا نقطة تجمعنا من أجلنا ومن أجل الأسرة بحيث أننا لا نصدر المشكلات لا نخرج هذا الولد وهذه البنت في إطار من العواصف وفي إطار من يعني المشاكل المشاكل لأنه ذهب يخلق طفل مضطرب نفسيا غير سوي طفل غير متزم طيب كمان فضيلة الشيخ لو رجعنا لموضوع التكاتف في البعض الآن يعني مفهوم التكاتف أصبح أنه المرأة تشارك في مصروف المنزل مثلا في حالة أنها كانت تعمل وفي أحيانا للأسف ذكور أو أزواج بيكون الأمر إجباري أنه أنت تعملي فلازم تشاركي تصرفي في البيت يعني ويكون متساوي هل هذا الشيء أصلا يعني في الدين موجود؟ في الدين النفقة هي واجبة على الزوج الرجال قومون على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني زوجة إذا مرضتش تشارك في البيت مالهاش أثني أو دم لا يعني لا تأسم في هذا ولكن بناءة بقى ده المعامل الحقوق يعني زي بيقوله بس إحنا عايزين نروح لدرجة تانية مش عايزين مثلا زي بيقوله حقي بالمصر كده حقي لو رحنا للمساحة دي قد يكون هناك اضطراف في الأسرة ولكن تعالنا لا ذهب للتعامل بالفضل بالذات وإحنا في زمن صعب يعني في زمن برضو فيه أيوة الظروف تغيرت الظروف تغيرت يأتي بقى الموضوع يكون الموضوع اختياري بالضبط أنا تحضرك لا أنا عايز أروح إلى حتة اللي هي استقرار البيوت مقدم على مقاطع الحقوق يعني مش عايزين نقف عند الحقوق بحزافيرها آه خلاص عرفنا احنا عرفنا خلاص إن الحق هو إن الرجل هو اللي إيه بينفق على بيتي وعلى أهل بيتي ولكن لما بيكون هناك مثلا ظروف صعبة أو كذا خلاص تعال وبقى لنتكاتف ولكن ده برضو مش حق لا ده تعامل بالإيه بالفضل تعامل بالمودة وبالمحبة إن أنا أساعد زوجي في إنشاء هذه الأسرة ولكن إن لم تفعل لا يجب عليها حتى إنه بيوصل في بعض الأمور إن يحق للزوجة لو عندها مال كثير وبتخرج من زكاة مالها يجوز لها إنها تخرج من زكاة مالها على منزلها أو على أسرة تعطي ذلك لأنها ليست ملزمة بهذا الإنفاق فإن أخرجت من زكاة مالها لأهلها أو لزوجها فيجوز لها ذلك بس هي أحياناً لازم يكون الكلمة طيبة والكلام ببلين بأسلوب بأسلوب في البعض مع الأسف يعني يخليها مجبرة ويكون لا بتعنت وبطلب كذا يعني فهذا شيء اللي يخلي المرأة تقول لا هذا هذا اعتداء وظلم يعني لابد على شن آه افتراء يعني علشان نضع الأمور في النصابها امرأة بتعمل امرأة يعني عندها مال لا يجوز إننا بأي حال من الأحوال إننا ألزمها بهذا الأمر إننا أنا كرجل أنا ملزم ربنا سبحانه وتعالى جعل من من تمام القوامة أو من أساس القوامة قوامة الرجل على المرأة إنه هو اللي ينفق على البيت اللي هو اللي يكون قائم على هذا البيت وعلى هذه المرأة فأنا لا ألزمها بشيء من ذلك لأن هذا الإلزام وهذا اللي أحيانا بنراه في بعض البيوت إنه خلاص بيجعله إنه هو شيء واجب عليها ولابد وإن لم تفعل فبيكون هناك عقب في تصرف إنما الأمر بيكون بقى بالمودة وبالمحبة وباللطف طب كمان يا فضيلة الشيخ يعني هو دائماً سؤال يعني بيتكرر دائماً عند كل واحدة أنه اختلفت الموازين اختلفت الأفكار اختلفت كل شيء اختلف عن السابق يعني حتى الرجال زمان كانوا مختلفين كان في الأسلوب مختلف طريقة التفكير مختلفة حتى في الزواج كان مبدأ المودة والرحمة كان هو الأساس في أي علاقة لكن الآن أصبحوا رجال وبنات والله من الاثنين ما فيش رحمة ولا مودة الزواج بالنسبة لهم أحياناً بيكون مهرب أو مشروع أنه نجرب ونشوف الله ضبطت ضبطت ما ضبطتش خلاص ننفصل أو مشروع مادي أو شهر هي نفس المبدأ اللي حضرتكم تكلمت عنه هو أنا عايز أحطه بمقصهم كده اللي هو أن المادية تغط على الروحانيات أنت حذك بتقولي يعني الأمر اختلف دلوقتي عن القديم ليه؟ اختلف عن القديم لأن احنا كان الأول مسألة الروحانيات ومسألة العطيفة كانت غالبة إنما الآن أصبح كل المادة تغط على كل شيء دائماً أزهن أول ما تذهب تذهب إلى إلى المادة كأن كل شيء احنا بنعرضه لمبدأ المكسب الخسر حتى علاقاتنا الإنسانية ولذلك ما أصاب المجتمعات العربية للأسف أن كل شيء محطوط في المكسب الخسر أنا هكسب من دقيقة لا العلاقات الإنسانية العلاقة بين الرجل وبين زوجته لا تقوم على هذا الأسس لأنها لو قامت على هذا الأسس فهي علاقة يعني خاسرة طيب والأهالية فضيلة الشيخ اللي بتفكر بنفس المبدأ أنه كيف هيأمن مستقبل بنتي كيف هيعيش بنتي كيف هيأشر إيش الأشياء اللي هيوفر لها وكمان التفكير أصبح مادية بحت للأسف يا أستاذتنا أنا عايز أخذ لحظةك لحتى أن إحنا دائما وأبدا بنفكر حتى في أولادنا بنفكر أن إحنا نترك لهم ولا نترك فيهم نترك لهم كل التفكير إحنا عايزين نسيب لهم إيه بس إحنا ما فكرناش إحنا هنسيب فيهم إيه لو فكرنا بس إن إحنا هنترك لهم هم حيضيعوا اللي إحنا تركنا هذا بالفكر الفاسد إنما لو إحنا تركنا فيهم المبادئ القيم الأخلاق وتركنا لهم شيء حيحافظوا على نفسهم وحيكونوا المادة وحيصنعوا المادة اللي هم اللي الناس بتبحث عنها إنما لما نترك لهم بس دون أن نترك فيهم حتى اللي إحنا تركناه المادة يدي حتضيع لأنه بالأخلاق إذا ضاعت الأخلاق والقيم حيضيع المادة بس فضيلة الشيخ يعني الرد عليها ممكن مثلا كأولياء أمور البعض يعني زمان زمان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين يعني كانوا الناس كده متدينين كانوا الناس كده ما ينخافش منهم فبالتالي يزوجوهم بأقل تكاريف وهم الطمانين يعني كان الآن الوضع اختلف فأي أم تقول ربما أمن لبنتي إذا كان هذا الشخص مش كويس فبالتالي يكون عندها بيت أقل شيء يكون كده ما تتهانش فيما بعد لأنه الآن صار موضوع أنت تقيم الشخص كأخلاق يعني أو تعرف كيف مضمون وصعب على فكرة لحدك بتقولي هذا من الدين يعني مسألة التكافؤ هو الدين كمان هو الدين وفر لها حقوقها يعني قيمة التكافؤ أن الناس يكونوا متكافئين مش مادية فقط فكريا علميا ثقافيا كل ده لأن لو ما كانش فيه تكافؤ بين الاثنين هتحدث الأزمة يعني لو هي مثلا عيشة في مكان عيشة فيها راحة وكذا ومستقرة وذهبت إلى إنسان زي ما حالك بتقولي كده ما عندوش المقدرة على أنه يفتح البيت حتى لو كان في حب مع صعوبات الحياة إذا يعني دخل الفقر الحب يخرج ما دم لو هو إنسان ما عندوش يعني زي ما بيقولوا إيه هو مساعدها بفقر هو عدم تحمل المسؤولية لأنه هو ربما يكون ضيق الحياة يعني التفكير ده من الدين يعني مش حاجة حرام يعني إذا الأمدقوا لا أو ينظر لها طزي من السؤال المبالغة المبالغة في الطلبات هي مسألة الفقر أو ضيقها مش يعني مش معيبة ولكن المعيبة هو عدم تحمل المسؤولية أو أنه يابزل الوسع يابزل يشتغل يعمل اللي عليه يعني لكي يسعد هذه الزوجة لكي يخرجها من حال الضيق اللي هي فيه لكي يجعلها تعيش في هناء وسعادة والأب والأمة يكون عندهم وهم برضو يبعا عندهم الحرصة أنه ليس بالضرورة أنه يكون يعني رجل أعمال كبير وعنده شركات لكن أبسط المقاومات هو عنده القدر على أنه يفتح هذا البيت حيث يكون العكس فضيلت الشاخ يعني مثلا يكون الزوج هو الغني والزوجة الفقيرة ولكن مع ذلك قد ربما يعيرها قد ربما يمن عليها بتغير حالها من حال أهلها وكذا إلى حال أفضل فبرضو يعني الموضوع ولذلك هو ده إذا قامت الحياة على هذه المبادئ ده بيت غير صالح إحنا قلنا الأساسيات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع عليها البيت قال وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إذن هنا ليش المودة قبل الرحمة؟ يعني هي تقدمها أو تأخرها هما الاتنين بمعنى يعني المودة بمعنى الحب المودة بمعنى يعني أن أنا أكون عند عاطفة لما بينشأ الحب حينشأ الرفق بالرحمة ربما ربما هذا في تقدمها مودة نورة لما بيكون أنا لو أحبت إنسان هارفق بي ده مش بس كده إذا أحبت إنسان من علامات هذا الحب أن أقدم هواه على هواه لو أنا حتى محتاج شيء وحصل نوع من العاطفة والحب لا ده أنا بأقدم هواه من أحب على على هواه وده كمان مطلوب في بيوتنا ومطلوب في أسرنا مطلوب كمان ما يكونش فيه أنانية يعني إذا كنا بنتكلم على الحب وأن أنا أقدم هواه لا ليست العبرة في إننا أقدم احتياجاتي في بعض الناس بيقدم احتياجاتها هي أو فقط ولا يعبأ باحتياجات الآخر وبعض الناس من شدة العاطفة ومن شدة الحب بيقدم احتياجات الآخر وفقط وينسى نفسه بس ده مع مرور الوقت ربما يحدث نوع من كأنه الإنسان ده بيستهلك بيدي بيعطي بيعطي بدون مقابل فلاحظة من اللحظات بتحصل له صدمة خلاص إنما العبرة أو النجاح في إيه إن إحنا الاثنين الطرفين يعني يقدم احتياجات بعضهما لبعض ده يفهم احتياجات الآخر والزوج يفهم احتياجات المرأة بيحسن نحن نصل إحنا الاثنين في تلبية احتياجاتنا وليست احتياج طرف على حساب على حساب طبعا نتمنى فضيلة الشيخ أنه النصائح أو الطريقة البسيطة التي شرحت فيها توصل للمشاهدين لأنه الفكرة والهدف من الزواج ليس فقط أنه زوج وزوجة لكن تكوين أسرة عشان الأسرة تنجب أطفال هيواجه المجتمع فعشان يكون في أسرة سوية وأطفال كمان أسوياء فإن شاء الله نتمنى يكونوا واستفادوا منك فضيلة الشيخ عماد درويش من علماء الأسهر الشريف شكرا لك ربنا يبرك في حضلكم وأسعدتمونا أكثر شكرا لك مشاهدين نخذكم الأفاصل قصير ونجعنا كامل حلقتنا خليكم معنا أهلا بكم مشاهدين مازلنا معكم في حلقتنا اليوم وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن الصحة القلبية الوعائية أصبحت بشكل متزايد عامل خطر رئيسي للإصابة بالخرف يأتي الخرف في أشكال مختلفة ولعلى الشكل الأكثر شيوعا هو مرض الزهايمر يتميز بضعف القدرة على التذكر والتفكير واتخاذ القرار ما شعلاقة أمراض القلب وصحة القلب الوعائية بزهايمر وبالخرف هذا اللي هنتكلم عنه أو هنعرفوه من دكتور محمد العسمي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أصعد الله صباحك يا دكتور محمد صباح الخير أهلا وسهلا يا محمد أهلا فيك في البداية يا دكتور ما شعال صحة القلبية الوعائية عرفنا كذا أكثر عنها طبعا بداية بالربط مع الشيء اللي ذكرت حضرت طبعا هو مجموعة حالات معروف تبدأ من فقدان الزاكرة وتغيرات القدرة على الإدراك على التركيز والإدراك والضياع وتنتهي بتغيرات نفسي مثل القلب والاكتئاب والبانانوية والسيد الشك والعالم هي مجموعة من حالات طبعا إلى أدت أسواب السبب القلب الوعي واحد من أسباب مهم جدا الألزايمر هو أكثر شيء بعدين بجيز السبب القلب الوعي القلب تنعه علاقة بالخلف وبألزايمر طبعا القلب سواء كان الشرايين لما يكون فيه تضييق بالشرايين القلب أسباب متعددة ممكن نحكي عنها تضييق بالشرايين القلب بيؤدي لنقص تروية قلبية ويضا نقص تروية دماغية لما يكون فيه مثلا اضطراب بالصمامات خسرات صغيرة تطلع فيه شغل جديد هلأ لأيناها أن الأزينة أن تكون ضعيفة هذا ما كنا ندركه أولئي أن الأزينة ضعيفة تشكل خسرات الزيارة بتصبح تطلع لأتمام من الفضاء وتسبب بالتالي خرف ممكن تسبب خرف ومجد الدراسات حوالي 40% ممكن يكون السبب من الأزينة فصحة القلب بشكل عام إذا كان القلب سليم نحن سليمين بضل موضوع سن وكذا الأسباب الأخرى للخرف ولأزينة بس لما يكون فيه مراض قلبي مهم جدا أنه ننتبه له ونعالجه ونعرف السبب طيب دكتور بالخلاف طيب يا دكتور محمد يعني هل ارتفاع ضغط الدم المستمر بيزيد من خطر الإصابة بالخرف تمام أول طبعا ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأشياء سواء كان بصير في مظلوب صغيرة أو التضيق بالشرين السبباتية يعني السبب هو عادي يتضيق الشرايين السبباتية وتغذي الرأس مثلا وجود الكوليسترول والشحوم السكري التدخين عامل مهم جدا بأنه يسرع إصابة القلب وبالتالي يسرع الخرف أو يؤدي لوجود بصير عندنا استعداد الموصيف فيه خرف التدخين قلة الرياضة والحركة البدنية نسألنا كل هاي الأشياء تشكل خطر على القلب أيضا تشكل خطر على الصحة النفسية والخرف تؤدي لعند الظهور الخرف لأنه بتعمل يعني ضعف بالأمور القلبية وبتؤدي بالتالي كمان للخرف عم نحكي أنه في سبب مهم ارتباط اسمه الخرف هو مرتبط بالأوعية الدموية اللي جائم للألف سكرة الأوعية الدموية والقلب دائما مهمة وهي عاملت كل شيء بأستر على سكرة القلب ممكن يخلي الشخص أنه عنده استعداد أكثر يصير عنده خرف والخرف صحيح عادة مترافق من العمر لأن العمر أكيد يصير في تقص الله شرعي ونقص التروية الدموية من الدماغ لكن غير العمر كمان ممكن يصير بناس أصغر سنة ونقص التروية ونقص التروية ونقص التروية ونقص التروية بسبب موضوع القلب الشيء الثاني المهم جدا كما نصحة القلب هو التوقف التنفس أثناء النوم اللي يصير عند الناس صحتهم زيادة أو صحتهم زيادة يتوقف نفسهم أثناء أنه كنا ظاهرة وننشي فيها ولكن ظاهرة مهمة لأنه يتقدير إصابات قلبية وخرف فأكيد الضعط من بين العوامل الكفرة المؤثرة اللي يؤدي للقلب ولا الأوعية ويصير عندي خرف وعاية فنهتم بالضعط أكيد طيب يا دكتور محمد أمراض القلب هل هي وراثية وكيف نحافظ على مرونة الأوعية الدموية طبعا مثل ما ذكرنا في عوامل حضورة كلياتنا بصير في عنا تصلب شرائيين شيء يعني مع السن شرائيين تضيع شوال بس بشكل بسيط بحيث أن أصلا الشخص أقل بوجود عوامل نسمية عوامل الخطورة متل ما حكينا بيجي على رأسة التدخين اتفاع ضغط الشرياني اتفاع كوليسترول بدم السكري غير المعالجين لما نعالج منخفف كثير من إصابة القلب قلة الحركة والبغانية وخاصة بغانية البغنية توتر والسترس اللي نعيشين أنا فيه دائما راسبنا عنا عايشين كل ياتنا تريد استرس في واحدة مجالة فأكيد هدول كلهم بشكل كوكتيل لأنه سير عندي مرض بشري القلب فهدول بس لحصنا الحظ أن هدول الأشياء متعرف المدخن بقدر يوقف تدخينه نقدر نضغط السكري نقدر نشيك على الضغط بشكل دائم نشيك على ضغطنا نمشى نلعب الرياضة لازم الرياضة تكون جزء أساسي من حياتنا لو عشر داعي لو يوم لا يوم بالاسبوع يومين بالاسبوع وينما كان نمشي بالشوب نلبس الرياضة وينما كان نلعب الرياضة بعدين شوين أطلق وسترس وخفف على قناة نحاول وخاصة وخاصة بالأيام الجديدة إجانا استرس إلكتروني استرس ديجيتل صحيح 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 صحب جداً وخطير حقيقةً هلها بشوفي لسا هو لسا جديد لكن بلاسات تجي عليه أنه عامل أكثر من العوامل البقية كلها لأنه كل ياتنا صرنا مربوطين بالمباعة المربوطية والأجهزة الإلكترونية الصغارة والكبار من الناس وهي تؤدي للسترس تفتح ويأتي لخبر صادم تكون رائعة ومبسوطة ولكن يأتي لخبر ويأتي لخبر ويأتي لخبر ويأتي لخبر موجود من هذه الأجهزة وحتى غرفة النوم وحتى نحن ناومين والآخرين ونقوم بالليلة ونشرب ونظر على المباعة وشو موجود خبر سيحط حتى قبل النوم وبدالي النوم لا يكونش كويس دكتور حقيقة لازم ننتبه أن نريق كمورة نريح يأخذ إجازة بين الوقت والآخر أو نص نهار نهار كل يومين كل أسبوع كل أسبوعين طيب دكتور إلى جانب هذه الأشياء والعوامل اللي ممكن إحنا نعملها عشان تساعدنا في يعني نبطل التوتر وأيضا نحافظ على صحة قلبنا بالرياضة والأشياء والغداء الصحي في عقار كمان جديد في بريطانيا من الشوكولاتة يعني اسمها بلد فلو إيش حقيقة إنه فعلا هذه المادة بتبقي الشخص بعيد من الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدماغية والخرف هل فعلا ممكن يحصل؟ الشوكولاتة معروفة دائما بي طبعا الشوكولاتة معروفة إنه فيها مادة اسمها الكابتشين هين كوسة الشرين كوسة الشرين دماغة مرور الدم عبر الهدو وبالتالي تخفف من التأثيرات الوعائية ضمن الدماغة اللي عم نحكي عنها الكابتشين فمعروف أنه أكل الشوكولاتة بتحسن المزاج اللي هو عادي تقولون أنه تحسن جريان الدم ضمن الدماغ فالدواء أو في أدوى جديدة وحتى زي ما صار في أدوى كذا كلها تركز على تنشير تحسين طبعا تحسين التروية الدموية للدماغ تحسين تحسين طريقة التغطير طبعا بالإضافة للدواء كمان في شي تاني هو الرياضة الزهنية كما حكنا عن الرياضة الزهنية لازم نقرأ الشغلة نلعب ألعاب بشكل بسيط ننشط الزهن نعمله تدريب ما خليه خامل وطلع على شي معايير بس نتفرج على التمسلسلات لازم نقرأ لازم نشتاك مع الناس بمناقشات نشط كمان الرياضة الزهنية بالإضافة لذلك كده هي ممكن تحسنه حتى الزي ما صار فيه دواء واعد يعني في المستقبل وهو مدخم طيب فيه أكلات معينة يا دكتور محمد مثلا ممكن تاعدنا على الحفاظ على القلب وكمان تاعد على أن تقلل من نسبة إصابة كبار السن بالخرف صحيح يعني 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 نكتر أنه الفضار والفور نقلل لمدد السن لأنه كولسترول بالنهاية لتضيغ الشرية القلبية بعدين بيأثر كمان على الخرف نتبع نزام نزام متوازن ناكل دسم ولكن تاني يوم ناكل خضار ممكن يوم ما ناكل دسم ما ناكل دسم أو ما ناكل حلويات لا ناكل لكن إذا اليوم ما نأكل أكل دسم وأكل واشرعه ما أشعر بالزن الثاني يوم خليه خضار وفوراكل كزياني وعمل بلانز داية أو حمية متوازنة وخلي الحساب شهري مويل الشيء الثاني أنه مثلا الفيتامينات مهمة كتير الفيتامينات خاصة مثلا الموضوع الفيتامين دا الفيتامين اي والفيتامينات بي هذه علاقة كمان بالخرف حتى المقصة بعلاقة بالخرف بالشكل مباشر أو بالشكل عن طريق الأوائفة كمان لازم نتبع به للموضوع الفيتامين العاية الفيتامينات أو مشكلة السوديوم لازم نتأكد منه خاصة نحن بجو حار رلا بالصيف ممكن نتعرض مفقود الأملاح فلازم نعوض الأملاح في الموضوع الغذائي الموضوع كمان مهمش دا نخفق من الحوم الحمراء والحوم المصنعة الحوم المصنعة يعني فيها دسمك فيه وكما بتأدي الأمراض القلب الكحول أحد العوامل زيادة أو فرط فرط تناول الكحول يأدي لك أيضا الخرف من الشكل المبكر وعند الناس الشباب الشيء دا النوم لازم النام ساعة كافية على الناس مسهر ونام بسيط وكذا نحن ننبنا في الصباح رصباً نحن نبنا في الصباح يعطيه وقت لعملها الريكابر الشيء الثاني نعمل مثل نقص الغدد الدراقية السكن بما يكون منتبه للواحد عندي السكن نقص الغدد دراقية والشغالات بساعدة وإذا صلحناهم بتصلح الخرف بتصلح اشتبع الموضوع الموضوع من حالات شبيهة بالخير مشارة إلى أن حجمه أكبر من برج ايفل في فرنسا وذكرت صحيفة انتبندت أن هذا الكويكب اللي بحجم برج ايفل هيمر بالقرب من الأرض عام 2029 وأكدت وكالة الفضاء الأوروبي أهنية تمويل الأعمال التحضرية لمهمة فحص هذا الكويكب عبر إرسال مركبة فضائية إلى الكويكب وستسهم هذه المهمة في جمع معلومات حول الكويكب تشمل معلومات عن حجمه وشكله وقتلته بالإضافة إلى طريق الدوران وفي الفضاء ويسعى العلماء إلى تسليط الضوء على التركيبة والبنية الداخلية للكويكب ومعرفة مداره واستكشاف كيف يتغير بعدما يمره على مسافة 32 ألف كم من الأرض وإلى الكويت قضت محكمة كويتية بدفع تعويض بيصل إلى 15 ألف دولار لمواطنة بسبب تضرر سيارتها من أحد الطرقات وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة المدنية ألزمت هيئة الطرق بتعويض المواطنة بمبلغ 4500 دينار اللي بيعادل 15 ألف دولار لتضرر سيارتها من فتحة لتصريف مياه الأمطار على أحد الطرق وتبين أن المواطنة فوجئت بفتحة تصريف مياه الأمطار دون غطاء ما تسبب في تلف سيارتها فلجأت المواطنة إلى القضاء قضاء مختصة بهيئة الطرق وذكرت يعني أنه لازم تتعوض وحكمت لها المحكمة بالتعويض المذكور المحامي الكويتي وليد مسعود قال أنه ترافع عن المواطنة لأنه اعتبر أنه حقية المتضررين فرفع دعوة تعويض بالأضرار اللي لحقت بمركبتهم من عدم صيانة الطرق يعني أعتقد أنه في بلادنا مثلا نرفع قضايا طويلة إلى قصة أخرى حيث بدأت مستشفيات فرنسية تجهز نفسها بطابعات ثلاثية الأبعاد تسمح بتخصيص نكهات العلاجات وشكلها وجرعتها لتسهيل تناول الأدوية خصوصا لدى الأطفال في تقنيات تفتح أفاقا علاجية قد تشمل مستقبلا لفئات متعددة من المرضى وركبت اثنتان من هذه الآلات أو تم تركيبها يعني في صيدليات للسرطان قرب باريس من خلال شبكها بجهاز الكمبيوتر يمكن لهذه الطابعات تصنيع أدوية تم تبرمجة جرعتها وشكلها مسبقا وبتركب مثل خرطوشة حبارو بتطلق عجينة صغيرة ومستديرة على لوحة معدنية تم تسخينها مسبقا ويجمع الصيدلي في معهد غوستاف روسي مكسيم أندرو الأدوية ويقول إنها بتشبه إلى حد ما العلكة وهي مكملة غدائية تباع على شكل حلوى وصمغية يشير إلى أن المعجون الذي تصنعه الآلة يكون قابل للمضغ وتستخدم نكهة النعناع لإخفاء طعم المكون النشط طبعا هذا المعجون بيحتوي على مضاط حيوي بيوصف للأطفال المصابين بمرض سرطان بيسمى ساركومة الأنسجة الرخوة وبيطال الأنسجة الدهنية والأنسجة العضلية أيضا والأوعية الدموية والأوعية اللمفوية والأعصاب وقد نشأت فكرة تخصيص هذه الأدوية للأطفال من حاجة معينة وفق الصيدة اللي بيوضح أن أطباء الأطفال في المستشفى أبلغونا بأنه هذا المضاد الحيوي المعصوف على شكل سائل لمنع الأثار غير المرغوب فيها للعلاج الكيميائي كان مع الأسف بيلقى رفض كبير بسبب طعمه السيء لدى الأطفال موسيقى 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 وصلنا مشاهدين لحكاية الصباح اللي دائما نصل فيها الضوء على التجارب الملهمة واليوم معنا تجربة نسائية يمنية ملهمة فيها تفاصيل كثيرة وأحداث كثيرة هنتعرف عليها معنا في الأستوديو صحيح معنا في الأستوديو دكتورة داليا أسوفي طبيبة أسنان وصحبة تجارب فيه مساعدة المرأة والطفل يسعد صباحك دكتورك طبعا نحن نكون في حالة فرحة لما يكون فيه معنا مرأة خاصة المرأة اليمنية لأنها بتمر يمكن كل مرأة عربية بيكون فيه صعوبات وتحديات لكن المرأة اليمنية تحديدا صعوبات والتحديات أمامها بتكون أكثر وبتكون أقوى فلو حبينا كده نعرف من البداية دكتور داليا كيف بدأت وكيف كانت حياتها وتخصصها للآن أولا صباح الخير عليكم وأشكركم جدا على الاستضافة الجميلة هذه ما فيش أنا طبيبة أسنان كنت مقيمة في اليمن وبسبب أوضاع الحرب نزلنا للقاهرة على أمل أننا فقط فترة معينة ونرقع مرة الآن ولكن سبب أن الفترة طولت والأوضاع ما زالت مش مستقرة فبدأنا في الاستقرار هنا ما زلت أكمل دراستي للماجستير في دراساتها العليا الآن وأشتغل كطبيبة أسنان من 2015 في القاهرة من لحظة وصولي وانضميت في شهر اثنين إلى رأسة لجنة المرأة والطفل اللي هي تابعة الجانيا أيوة كلمينة يعني كيف من دكتورة أسنان إلى العمل مع المرأة والطفل كذا كيف يعني شوفي هو موضوع غريب بالنسبة لي كان كمان يعني أنا كان كل دائرتي هي عبارة عن الطب والدراسة والمرضة يعني أيوة ما عنديش كانت تجارب مجتمعية وطلابية وشاركات حتى في أيام الجامعة فالنقلة هذه كانت بالنسبة لي في البداية مخيفة شوية لكن يعني حسيت أني لا يعني في عندي حاجات في عندي لا في عندي حاجات أقدر أعملي يعني غير المجال الطبي طيب شفتي أنه مثلا كان في البداية قبل ما تدخلي في هذا المنصب أو هذا المجال شفتي في البداية مثلا إيش هتقدر يتقدمي إيش نوعية الخدمات اللي بتكون مطلوبة للمرأة والطفل يعني حاولت في الأول يعني كإني دراسة أدرس موضوع إنه إيش المرأة هنا محتاجة أيوة في الأول كده جلست كده جلست تدرس شوية وأبحث في الموضوع هذا كمرأة يمنية متواجدة في مصر في الأول أيوة فبدأت واصلت مع أسر بدأت تسمع شكاوة بدأت تسمع إيش الآراء إيش الحاجات اللي هم يعانوا منها أكثر حاجة موجودة هنا في مصر وبهذا بدأت شغلي أو بدأ يعني رؤيتي للمهام اللي تقوم فيها اللجنة على هذا الأساس وإن شاء الله في حاجات كثيرة كمان إحنا يعني بجاهز لها طيب إيش هي الحاجات اللي شفتيها مشتركة فيها كل النساء اليمنية هنا في الغربة يعني سواء في مصر يعني أنت الآن في مصر وأكيد دراستك على وجود النساء هنا في مصر إيش كانت أكثر شي بتحتاجها المرأة اليمنية في الغربة تحتاج المساندة تحتاج المساعدة تحتاج الدعم إن كان معنوي أو إن كان اجتماعي بشكل كبير جدا لأن أغلبية النساء اللي موجودات هنا يعني إحنا خلينا بس يعني ما نعممش الموضوع في البداية هو كان وجودهم هنا في ناس يعني قادرة تعول نفسها عادي والموضوع بالنسبة لي ما فيهاش مشكلة إنها تتعايش في بلد آخر يعني لكن وقدنا إن فيه فيه أسر معيلة اللي هي قاتت مثلا من فقدت زوج ابن أب فأصبحت هي المعيلة الأول أو جاية المرض أو جاية اللقو فهذه بدأ يعني هذه هي الشريحة الكبيرة اللي هي متواقدة وهذه اللي إحنا نحاول نحن نساعدها على قدر الإمكان يعني نشوف إيش المشاريع اللي هم ممكن يعملوها فيه أسر كثيرة جدا ما كانوا يعني كانوا في اليمن ما عندهمش شغل ما عندهمش كانوا ربات بيوت فاضطروا لما أقوا هنا والوضع اختلف اشتغلوا اشتغلوا وخرجوا مواهب وعندهم حاجات ما شاء الله يعني صحيح متميزات فعلا فلا ما شاء الله عليهم في عندنا يعني مجموعة الواحد يفخر بيب أمانة اللي هم موجودين هناك غالية يمنية في مصر طيب دكتور داليا كده لما دخلت في هذا المجال ويعتبر عمل تطوعي بشكل كبير 100% أيوة كيف شفتي يعني أنه فعلا كل شخص طبيب مهندس أي أن كان مجاله أو مجال عمله يحتاج فعلا لعمل تطوعي عشان يقدم خدمات أكثر ولا مش أي أحد يقدر لنقدم في العمل التطوعي شوفي يعني أنا لو بتكلم عن نفسي أنا مش عارفة بصراحة بس أنا لو بتكلم عن نفسي أنا أبدا ما كانش ييجي في مخيلتي إن أنا أشترك في عمل تطوعي مجتمعي تمام محيطي كان هو فقط العيادة ودراسة الأسنان فقط لا غير ما عنديش قانب آخر لكن لما شاركت أو بالأصح لما شفت إن في أسر محتاجة دعم أنا لو بتكلم عن كلجنة معينة يعني لغليتي لا في أشخاص يمنيين هنا محتاجين الدعم هذا فأنا لو عندي أقدر أساعد ليش ما ساعدش والحمد لله يعني بدأنا في حاجات كثيرة من هذه الحالي إيش الأشياء التي تقدموها أنتو يعني كجالية ومختصين يعني في المرأة والطفل إيش نوعية المساعدة التي تقدم للمرأة والطفل في الغربة تمام مبدئيا إحنا عملنا كلجنة كرجنة مرأة والطفل عملنا حصر للأسر المنتجة المتواجدة داخل القاهرة أو داخل مصر تمام وبعد كده بدأنا نشوف فئات الإنتاج بالنسبة للأسر هذه لقنا أنه فيه تنوع كبير في الشريحة في أسر منتجة للعطور للبخور للمشغولات اليدوية للمأكولات سواء كانت أكلات أو حلويات ويعني مشيش أنسي حد بس يعني كانت شريحة كبيرة فيه للريزين فيه للديكوباج للشمع المعطر يعني فيه أشياء فيه حاجات جميلة جدا يعني فيه مواهب طلعت الحرب دي طلعت مواهب يعني بتقدموا دعم لهم عملنا مبدئيا بازار هذا أول حاجة اللي قامت به بعد الحصر عملنا بازار البازار ضم تقريبا 55 أسرة منتجة كانت برضو فيه اختلافات في المنتجات حاولنا نحن ننوع ما بين المنتجات بحيث أن نحن نتكرر عشان أيوة وبشكل أكبر أيضا علشان الحاضر أو الزائر يلاقي أكثر من حاجة يعني مش يستفيد مش كل شيء معين لا مش كل حاجة معينة والحمد لله كنتيجة أولية للمعرض أو للبازار اللي أقام من اللجنة كان الباكجراوند حقه جميل جدا والفيد باح عنه كان جميل جدا يعني هذا أهم حاجة طيب دكتور داليا أو داليا الإمرأة اليمنية أنت أكيد سمعتي شكاوى منهم سمعتي يعني أكيد في النهاية مش كلهم بس يحتاجوا دعم لمشاريعهم أو كذا فيش أكثر المشاكل اللي أنت سمعتيها من النساء اليمنية هنا مشاكل الإقامات مشاكل المعيشة مشاكل الدراسة يعني مشيش أدخل في أشياء لقان أخرى لأنهما بيكونوا أكثر مني أكيد طبعا في رأي أي وقت لكن لو بنتكلم على مشاكل المرأة المرأة في هي مشاكل هي تحتاج لأنها تتعقى كيف تعيش كيف تكون عايشة بأمان وراحة مستورة يعني مستورة كذا يعني باللهقة بالعامية طيب إذا تكلمنا عن الأطفال 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 الآن يعني فيه برضو الأم الآن اللي تخترب هنا وتعيش في أي بلد يعني بتواجه صعوبة أكثر لأنه مثلا تكون أحيانا بعضهم وحيدات تطر هي تكون الأب والأم والأهل كمان العائلة برضو اختلاف الثقافات كيف ممكن ولو أكيد يعني إحنا متشابهين كدول عربية ودول قريبة من بعض ولكن مثلا كيف تخلي عيالي مثلا يحفظوا على لحقتهم كيف تخلي عيالي مثلا يعرفوا فيه صعوبات أيضا تواقهها الأطفال صحيح لا لو هم أطفال يعني اختلف الموضوع ده في الفئات العمرية يعني ما نقدرش نعممه على الأطفال بشكل عام كان فيه فترة طبعا الأطفال يدرسوا في المدارس المصرية فكان أكيد إكباري بيأخذوا الكلمات المصرية بحكم إن إحنا ممكن لغتنا شوية صعبة ترفهم فالأطفال الصغاري تكلاموا مصرية أكثر من الأولياء يعني بدأت اللي هم دخلوا حضارات وكيجي والكلام ده هنا بس لأ يعني العادة هي صادرة من داخل البيت من الأم نفسي فلا مش محصرين يعني ما سمعت الشكاوى بخصوص هذا الموضوع كتعليم يعني اللقنة التعليمية قايمة بالدور كبير جدا في الموضوع هذا فيه اشترك ما بين لقنة المرأة والطفل واللقنة التعليمية فيه تعليم مقاني مثلا لبعض الأسر اللي تكون حالتهم أو ظروفهم صعبة فيه رابط حاليا نزل اللي هو كان يخص المتسربين المتسربين من التعليم بيتم حصر المجموعات هذه والآن فيه يعني فيه نقاش ما بين اللقنة التعليمية مع القنصلية والمدارس بحيث أن تكون فيه عدد منح أكثر لمعايير معينة بشروط معينة تكون مقابل طيب الرابط هذا الكل بيستفيد منه مثلا ولا فيه شروط معينة حاليا شروطه اللي هم المتسربين عن الدراسة يعني اللي هم متوقفين عن الدراسة موضوع المنح لسه مش ثابت يعني ما فيهش حاجة ظهرة بحيث أنه أقدر أقلك عليها طيب أنتو كجالية هنا مثلا في القهرة بيكون فيه تواصل مع الجاليات الثانية مثلا في دول معينة يعني تشوفوا مثلا كيف ممكن التعاون كيف الخدمات تقدم إيش الأنشطة اللي ممكن تكون مشتركة مثلا أو الفعليات شوفي قوانين كل بلد بتختلف أولا فاحتياجات المواطن هنا غير احتياجات المواطن في البلد الثاني ولكن بشكل عام لو بنتكلم عن مواطن خرق من اليمن بسبب حرب فهو الوضع واحد يعني وضعه بيكون واحد نفس الاحتياجات فيه تواصل وفيه اشتراكات كويسة يعني ما بيننا دكتورة داليا يعني بما أنك كنت دكتورة أسنان وعمرك بحياتك ما فكرت تدخلي في مجال التطوعي والمجتمعي في أي بلد يعني فإيش إيش أثرت أو هذه التجربة اللي انت عشتيها الآن والخطيها بتفاصيلها وصبحتي أيضا مسؤولة يعني في الموضوع فإيش أضافت لك كداليا كبيرسن كشخص أو كدكتورة مثلا شوفي زي ما قلت لك في الأول أنا ما كنتش نهائيا يعني حتى شايفة أن أنا ممكن أعمل حاجة زي كده بس بمجرد أن أنا استرت يعني أعطيت لنفسي لأ يعني لقيت أن أنا في حاجة تقدر أعملها خصوان إحنا كذلك هما الأسر اكتشفوا مواهبهم أنت كما أنا اكتشفت مواهبتك أنا اكتشفت أعيبا لا هي شوفي بين ساعة الإعلان الهيئة الإدارية الجالية كان في شهر اثنين تقريبا إحنا الآن مع يعني تقريبا خمس شهور عمل في أشياء كثيرة عملناها لا أكتشفت في نفسي حاجات أنا ما كنتش عارفة أنها موجودة عندي أن أنا أقدر أساعد أن أنا أقدر في أفكار ممكن تجيلي غير موضوع الطب وبعيد عن موضوع الطب الحشوات وتغير الأسنان والتقويم وشكاوى الأسنان طيب يعني أكيد بيأثر صح؟ العمل التطوع بيغير طبعا جميل جدا جميل على قد ما في معاناة أنا مش معاناة كعمل العمل في أي مكان في مشق أكيد أيوه بس على أن أنت تقلسي وتسماعي وتتعايشي مع الناس ومحلاتهم ومضروفهم يعني وفي النهاية أنك تقدري حتى ولو بشيء بسيط جدا تلاقي منهم رضا ابتسامة شكر دعوة حلوة هذا جميل جدا يعني في نهاية البازار بيناسيكي التعاب وبيناسيكي كل وضغطات اللي مريتين بأمانا يعني أيوه كان ضغط وشغله وكان حبور والأيام اللي كنا ننزله معاهم وكان ترتيب وهم كانوا كمان متعاونات معايا بشكل كبير جدا في النهاية لما تقي يعني واحدة كده تقول لك شكرا عملتي لنا رتبتينا ظهرتينا يعني خلتي لنا ساعدتينا بأي طريقة أيوه خصوة أنه ما كانتش المعارض الأولية كانت بتحصل بنفس الشكل يعني بدأت عملي بآلية جديدة عملت شروط معينة إن إحنا نعمل المعرض في النهاية شيء يليق بهم ويليق بنا إحنا كلا لقنا طيب في المعارض أو في البزارات كيف كمان بتنصقوا مثلا مع رجال الأعمال أو مع جهات ثانية بحيث أن البزارات تكون بشكل دائم يعني إحنا كان دائما ضيوفنا لما بنستضيفهم كانت مشكلاتهم دائما أن البزارات الوقت بين كل بزار وثاني مدة طويلة فبيقل طبعا مبيعاتهم بيقل نشاطهم فبالتالي بيحتاجوا أنه كل مرة يبدأوا من جديد في أي بزار طيب خليني أتكلم على نقطة البازار أنا مش رؤيتي إن الأسر هادي تظهر في بازارات فقط تمام؟ أنا حابة إنه يكون فيه أشياء أخرى إعتمادهم ما يكونش على البازار على أسبوع أو ثلاث أيام يقام فيها البازار لا يعني أنا فيه الآن خطة أنا أعمله بدأنا نعمله بس يعني ما أكملناهاش إلى حد الآن اللي هي أنا أشتي طبعا هم الأسر هادي بعد البازار أخذوا كورس دورة تدريبية مجانية في التسويق الإلكتروني في كثير من الأسر كان اعتمادهم الكلية على قروبات الواتساب تمام؟ يعني ما كانوش ظاهرين في الواتساب وكان وجودهم في البازار فأنا اعتمادي ما كانش إن أنا خليكي أنت معتمدة على أنك يعني تحصلي دعم في ثلاث أيام أو في أسبوع طباقي السنة وأكيد أكيد موضوع إنه أنت تكرري بازاره وما بتقدريش تكرريه بشكل متواصل أو بشكل دوري لازم يكون في حاجة برضو في الوقت اللي هما ما فيش بازار فيه يقدروا يتعايش ويقدروا أيوة يتحملوا يعني في مسؤولية إنهم يحسوا إن إحنا برضو إحنا لازم مستمرين أيضا بالضبط فبدأت أعمل هي نحدد طلبنا طبعا من كثير إنه في كثير برضو أيضا عندهم صفحات على السوشيال ميديا حيث نحن نعمل زي صفحة أو زي رابط بفئات يعني فئات البخور والعطر فئات المشغولات اليدوية بصفحاتهم أي باشا كل واحد يسهل اليسول لهم أنا كواحد أدخل على الرابط أو أدخل على الصفحة أخذ الفئة اللي اشتياه أدخل على صفحاتهم أشوف منتجاتهم أتواصل دايريكت معهم هذا اللي أنا الآن أسعى يعني أكيد دكتورة حصلتي برضو في بعض الأسر واعية أنه مثلا دور اللجنة دور مساعدة معنوية أو مثلا دورات أو مثلا حضور فعاليات وكذا البعض الآخر مع الأسد يفتكر الموضوع بطريقة خاطئة أو أنه مثلا اللجنة ملزمة أن تعمل لي أن تسوي لي فعلا أنا تقدمي خدمات هنا لازم يكون فيه واعي أنه لا أنا أعطيك الخطوات وبعدين أنت تشوق طريقك يعني خلاص تعتمد أنا أطلعك للباجعة وأنت تكمل المسيرة مش العكس هو هذا اللي أنا أسعاله يعني ما أعتمد ما خليك يش تعتمدي فقط على وجود بازار أو وجود دعم من تاجر أو من رجل أعمال يجي متواجد أكيد فيه ناس إزعاجات اتصالات وداما حصل شودانا مساعدينة والأم كيف أنا ما بيعطش حقيقين كنت موجودة لا أعزها أنا أعرفها يعني حقيقي كله خلام اللي تقولي وأكثر يعني حصل عملتوا لنا شي حاجة يعني كألة مسؤولية وانتو كقالية المفروض أن لأ يعني تعملوا لنا بازارات تقريبا تقريبا يعني كل شهرين أو كل ثلاثة شهور ضرورة تقدموا لنا دعم في أسر إحنا ما فيش دخل بالنسبة لنا فبصي حاجات كثيرة جدا يعني لكن أنا زي ما قلت ليك ما كانش اعتمادي لكلي فقط على وجود البازارات أنا أشي حتى في عدم وجود البازار أنت تشتغلي طوري من نفسي في أسر من اللي حضرت في الدورة التدريبية اللي هي الكرسى المجاني في التسويق الإلكتروني وفي ناس منطلقة من الأول ما شاء الله عليها حتى هذي أشخاص أخذوا الدورة خلاص يعني إيه خلاص المر الجاية أو في البازار تاني وفي أسر أخذوا الدورة ما عملوش المطلوب حتى يعني ما تطبقي يعني أي ما تطبقي تطبقي عشان ندخل على مرحلة ثانية يعني كنت تكوني موجودة في دورة تدريبية مجانية تسويق إلكتروني يعني دي فرصة بالنسبة لك ما أعتقدش أن ممكن تتواجد بشكل كبير فأستغليها أعملي هي حركة لازم تدور فعلشان الباقي الأسر هي ما تدربوش أي كله يتدربوها يعني برضو برضو بنطلب دراسة قدوى من أسر وبنعرضها على رجال الأعمال أو تجار حتى نساعدوهم أيوة لأن زي ما قلتلك في مجموعة بأمانة الواحد يفخر أن هؤلاء المتواقدين وأسر منتجة بمنتجات أحيانا بأشياء بسيطة فضيعة يعني لا اللي هو أنت تشوفي يعني ممكن ما تتخيليش بس الحرب دي طلعت طلعت حاجات فينا مواهب فعلا صحيحنا كنا بنمر في الحلقات كنا بنمر بنماذج كثيرة بنشوف يعني ما شاء الله عليهم فيه ابتكار وفيه مهارات وفيه إبداع ومن أشياء بسيطة كل واحدة فيهم تقول لك أنا بدأت بأشياء من طيقة التقديم أيوة بدأت بأشياء بسيطة لكن ما شاء الله حابين أنهم يطوروا وحتى طريقة التسويق كمان أصبحت فيه وعي كيف أسوق لنفسي هذا اللي أنا أسعاله في الصفحات اللي أنا أطلبها دائما منهم يعني أعملوكم صفحات على السوشيال ميديا حيث أن نحن ننزلها حيث أنه زي أي واحد ممكن يدخل معلش أنا كيمني متواقض في مصر بشتري من يعني أنا من رأيي أن أنا أشتري من حدي يمني من قانب من الدعم له مساندة وفي نفس الوقت يعني في أشياء أنا أحتاجها منتقات ما لاقيهاش مثلا في الفيسوك فممكن ألاقيها عند هذه الأسر مثلا معجنات الكعك حقنا أنواع القنف والأشياء هذه فهي نس مدلومين عليها ما يقدروا شي بطلوها سواء كانوا في اليمن أو خارج اليمن صح فبتالي نحن يعني في عندنا نستالجيا كده شوية اللي وحنا أيوة الحنين للأشياء أيوة الحنين خاصة نسافر نروح المطعم يمني يعني ما نكرروا شي أكد لا يستقايا من اليمن ليش مصر لا لازم أيوة أكيد دكتورك يعني أنا أتوقع كده بتوقعاتي أنه مثلا هذه الأسرة وفعلا صارت منتجة وصارت تعتمد على نفسها وتبيع بتحل مش بس يعني مشاكل من لجنة المرأة والطفل كمان مشاكل في الجالية بشكل عام مثلا اللي محتاج دعم دراسة بتكون الأسرة قادرة ندرس أولادها يعني في أشياء كثيرة بتنحل وبتهدأ أيوة لأساس منكم الأغلب الآن أغلب الشكوات أرضية يعني من زي ما قلت لك من ناحية المعيشة الإقامات الإيقارة دراسة الأولاد في أسر ما تقدرش تدفع المصاريف الدراسية لأولادهم وخصوة لو كان مثلا أكثر من واحد طبعا فيه إن شاء الله فيه دورات بنعمله في مختلف المجالات مش فقط في مجال واحد ويعني بنرحب العدد اللي نقدر نستقبله وإن شاء الله ما بتكونش لمرة واحدة لأ بتكون متنوعة بحيث أنه حتى الناس اللي يعني لو فيه واحدة تشتيت تحاول أنه يعني تغير من منتج أو تضيف منتج لمنتجه فهي تتعلم الشيء هذا صحيح يعني فيه صراحة جهد مبدول فعلا يعني وتشكروا عليه وفيه لازم كمان بالمقابل يكون فيه وعي نتمنى من الناس برضو أنه يكون فيه وعي وفيه يعني استشعار لهذا الشيء صحيح ما نقدرش نقول أن الأشياء كلها تتم على أكمل وجه ولكن بصورة مرضية للطرفين بقوانب تكون كويسة وفيه قوانب لا فبالتالي لازم يكون فيه وعي أنه برضو أنا كمخترب صحيح أنه السفارة أو الجالية أو أي أن كان له دور في المساعدة ولكن مش معناه أني أتكل عليها يعني أو أني أتصرف عليها لأنه أنا كمان صحيح صحيح عليها دور صحيح أيوة بالطب ويعني زي ما قلت لك برضو فيه أسر ما شاء الله عليها ممتازة يعني طموحة عند طموح عند مثابرة عند تقديد مش لو أنا خلاص منتظر دعم يجيلي أو منتظر كده أيضا نجاح والله يعني بعضهم من البيت أيوة أخذوا شوية دكانت تحت البيت وبعدها نجاح شوية أقول لك على حاجة كمان أنه يعني في ناس كانت مناصب وكانت دراجات دراسية تعليمية عالية أيوة وكانت لهم أشغال في اليمن وبسبب الأوضاع يعني موجودين هنا بدأوا نصف أنتقل أيوة وتغير الفيلب كامير تغيرت مسار حياتهم أيوة بس الحلو أنه يعني لما تسمعي قصة زي هذه أنه لا أنا ما وقفتش عند حاجة معينة لا أنا لازم أكمل أنا لازم أيوة ما رميتش كل شيء على الظروف وعلى الحرب واللقنة أو كغالية إحنا عملنا مئة في المئة تطوعي مجتمعي نشارك يعني إحنا نساعد ونساهم ونعاوم بالقدر بالقدر المستطاع أيوة نقدر عليه زي ما قلت يعني هو دعم بيجي ونشكر طبعا رجال أعمال وتقار في كثير منهم متعاونين معنا أكيد لكن لسه رحلة طويلة يعني بنحتاجهم كثير نحتاجهم كثير أيوة عشان تقدروا تشتغلوا صراحة أنا دي الحقيقة لا وفيه فيه مبادرات أيضا موجودة هنا يمنية برضو متعاونة يعني في الآخر الحلو إنه ما يحصرش في اسمه معين مبادرة فقط تعمل مش عارفة من لا يعني تحس إنه في النهاية إحنا كلنا بيكمل بعض بنحاول نحنا بنكمل بعض في النهاية هي خدمة اليمن اللي موجود هي الهدف الأول طيب بعيدا عن الجالية كده والخدمات الجالية دكتور داليا إيش هي أحلامها وطموحاتها الآن بعد ما داخل مجال العمل التطوعي غير من تفكيرها وغير من حياتها 180 درجة يعني شو فيه سؤال محتاج لإقابة خذي وقتك خذي وقتك بس اختصار يعني لو أنا بتكلم عن أحلام وطموحاتي فيما يخص مجالي أنا كطبيب أسنان يعني أنا مسيرتي التعليمية إن شاء الله يعني بس تكملة يعني أنا حاليا في الخطوة الأخيرة للماجستير بإذن الله وبعد كده إن شاء الله أخذ الدكتورة ما قال أنا مش فقط يعني خلاص دراسة وبس لا هو دراسة مستمرة لا دراسة مستمرة صحيح لأنه علم الأسنان يتغير واسعة مشاهدة ويوم أنا أدري صحيح ايو فهو دراسة مستمرة وتطور مستمر بالنسبة للعمل المجتمعي حبيت الموضوع حبيت أتعايش مع الناس مع مهاناتهم مع فرحتهم مع أني أكون جزء منهم أكونت بعيدة تماما ما سمعش غير قصص فقط يعني بس لما تكوني في الشيء نفسه وتتعايش معهم لا شعور مختلف تماما يعني تقدر يتوفق أهم شيء بين الحمد لله الحمد لله الحمد لله والعمل التطوع وبين عملك في عارف أنه ممكن يكون جهد كبير هو جهد أيوة خصوصا يعني في فترة كانت امتحانات وكده بس لأحمد لله يعني الحمد لله فعلا بيكون بحب فعلا ولأ يعني من بابا المساندة والمساعدة القالية بكل رؤساء اللي كان بكل الأعضاء بكل كهيئة إدارية بشكل عام يعني في مساعدة فهمة اللي هو محتاجة حاجة نعمل لك يعني في خلاص فريق واحد روح الفريق الواحد بين نتمنى لك التوفيق نتمنى لكل الفريق والكل الجارية التوفيق يا رب دائما تكون بصماتكم موجودة خاصة نحن دعم لجنات المرأة والطفل بالتحديد أكيد نتمنى المزيد من التوفيق والنجاح لكم يا رب شكرا لك دكتورة داليا صوفي طبيبة أسنان وصاحبة تجارب في مساعدة المرأة والطفل والعمل التطوع شكرا لك يا دكتورة نتمنى لك التوفيق بإذن الله شكرا لك مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا وختام الأسبوع نشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم مقدمتم في رعاية الله وسهلتوا بالإجازة وانت كمان يا سمر وإلى الملتقى كنوا بخير في أمان الله